وبمناسبة جماهير النادي الاسماعيلي احنا طبعا يعني ما صدقنا ان المدرجات ترجع تاني وما صدقنا ان يبقى فيه عشرين الف في المدرجات يرجع تاني عشان يبقى المدرجات لها شكل ولها طعم زي يعني السنين اللي فاتت وزي يعني صمعة الدور المصري دايما كانت بتميزه عن اي دوري عربي مش دوري عالمي ان دايما في اي مباراة زي ملك ومصري زي ملك واتحاد زي ملك واسماعيلي اسماعيلي واتحاد مصري واتحاد غزل المحلة يعني كل الفرقة الشعبية كانت بتمتاز بان المدرجات بتمتلع على اخرها من نسبة الجماهيرة فمبرح النادي الاسماعيلي يعني كان فيه كده زي مش عايز اذكرها يعني بس كان فيه لفتة بصراحة يعني غير مقبولة بالنسبة لنا كزي ملكوية في زي زي ما انا بقولكو يعني اللي احنا بقى خلاص بقى يعني عايزين بقى جماعة يبقى فيه بداية جديدة عايزين يبقى فيه شكل جديدة جماعة لغة التعصب بقى ولغة الفتن والناس دايما اللي بتحاول انها يعني زي ما انا بقولكو تأثر على العلاقات بين الاندية خلاص بقى جماعة مش عايزين نشوف المشاهد دي تاني مش عايزين نشوف المشاكل دي تاني ويمكن أنا مش بتكلم عن جمهور النادي الإسماعيلي بالأخص يعني لكن جماهير مصر بشكل عام مش عايزين نشوف مثل هذه اللافتات أو أي حاجات تعكر صفو الأجواء الجميلة اللي بنشوفها في المباريات يعني احنا ما صدقنا يا جماعة يعني يعني امبارح اللي شوف بداية المتش كده ودخل الجماهير الزمالك مع دخل الجماهير الإسماعيلي ومنظر الجمهورين في المدرجات وإهتاف الجمهور لفلسطيني الحبيبة الواحد مبارح وهو بفرج كان مبسوط جدا يعني سيبك من الناس اللي كانت في المتش الناس اللي حتى العشاشات اللي بتتفرج كانت قاعدة كده متحمسة ودايما يعني حتى الشروط الأول في الشروط المتش كله خلص يعني ما حسيتش بالوقت ووقت المباراة مبارح من كتر الحلاوة والمتعل في المدرجات ومن كتر الإصارة والندية اللي كانت مبين لعابي الفرقين داخل الملعب فيا جماعة بعد إذنكم مش عايزين نشوف الحاجات دي في ملاعب الكرة المصرية مش عايزين أي حد زي ما أنا بقول لكم يعكر سفو العلاقات الطيبة العلاقات الوطيدة اللي دايما بتجمع كل الأندية المصرية ببعضها بعد إذنكم والكلام ده عام لكل جماهير الكرة المصرية وأولهم جماهير الزمالك احنا يعني مش بنتكلم كده لا أولهم جماهير الزمالك وجماهير الأهلي وجماهير الإسماعيلي والاتحاد والمصري شجع فريقك زي ما انت عايز دعم فريقك زي ما انت عايز بدون تعصب مش هيحصل حاجة يعني يعني مش هيحصل لك حاجة يعني لو شجعت فريقك بس أو لو دعمت فريقك بس مش يحصل لك حاجة ده اللي هيحصل يعني اللي هيحصل تبقى حاجات إيجابية بالنسبة لنا احنا ناس بتشاهد او ناس بتتفرج او ناس بتشجع اللي احنا هنشوف تابلوه جميل تابلوه رائع بين جمهور الكرة المصرية كلها في كل المتشاط فده رجاء يعني بصراحة ويعني زي ما احنا عارفين كلها قليلة لا تمثل اي جمهور في مصر لو جدء صغير من اي جمهور عامة لتصرف غير لايك ده لا يعني ابدا ان هو ده جمهور نادي الزمالك او هو ده جمهور نادي اسماعيلي او هو ده جمهور كذا او جمهور كذا فحتى الكل القليلة دي بعد اذنك يا جماعة عايزين زي ما انا بقول لكو يعني يبقى فيه بداية مختلفة يبقى فيه يعني شكل مختلف عايزين ما يبقاش فيه تعصب شجع فريقك زي ما انت عايز ادعم فريقك زي ما انت عايز اهتف لفريقك زي ما انت عايز لكن ما لكش دعب الجمهور الاخر وجمهور نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك بصراحة يعني انا دايما بقول وهفضل اقول ومش هزا جمهور نادي الزمالك عايز حلقات وحلقات عشان تدي له ربع في المية من حقه ربع في المية من كمتو الكبيرة جمهور نادي الزمالك مبارح ما تأخرش انه يساند نادي الزمالك ويساند فريق نادي الزمالك ويشجع ويدعم فريق نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك يمكن اللي انتو شفتوهن في المدرجات كان فيه اكتر من نوعهم برا الاستاد لكن بالنسبة للسعى الجماهرية اللي كانت محددة ليه جماهي نادي الزمالك والسعى الجماهرية كمان اللي كانت في المدرجات يعني كان هو ده العدد للامبرح اللي شفناه اللي كان موجود في ارض الملعب لكن جمهور نادي الزمالك شفناش منه امبرح تصرف غير لعق في المباراة ما شفناش جمهور نادي الزمالك امبرح بيشجع وبيغني وبيهتف لنادي الزمالك والفريق نادي الزمالك فقط لغير فجمهور نادي الزمالك بصراحة احنا مبرح شفنا منهم بصراحة كل الدعم وكل الشياكة وكل يعني الدعم والمساندة والحاجات والمؤذرة والحاجات اللي هي الكلام الدبلوماسي اللي بيتقال ده ده جمهور نادي الزمالك بيعملوا زياد لكن احنا جمهور نادي الزمالك احنا أنا واحد من جميع ناتة زمالك وكل جميعنا ناتة زمالك وأي زمالكة في العالم وفي الدنيا المطلوب مننا الفترة الجاية اللي احنا نصبر على فريقنا اللي احنا دايما في الدعم نفضل ماشيين مع فريقنا ونفضل وصكيين في فريقنا وندي اللعيبة السيقة الكاملة زي ما انتم شفتوا قبل كده تصرحتش كبالة قالك مش عايز الجماهير تستعجل مش عايز الجماهير تحكم على اللعيبة من بدري عايزكم تصبره النادي عاملين صفقات ممتازة ومجلس الإدارة بصراحة عمل دوره بالصفقات المميزة بالمدير الفاني المميز بصراحة المستر جزيزي جميس خدوا بالكم برح الراجل عنده أفكار كتيرة وعنده خطط كتيرة عايز يطبقها وعايز يشتغل عليها الفترة الجاية مع نادي الزمالك عشان تشوفوا نادي الزمالك كمان يمكن احنا نبرح لو بنتكلم في عدد فرص كتيرة وبنتكلم في شكل مختلف وشكل كويس لا هتشوف نادي الزمالك بالشكل اللي انت عايزه الفترة الجاية وهتشوف نادي الزمالك في زل يعني اللعيبة اللي موجودة دلوقتي وفي زل الجهاز الفاني اللي موجود دلوقتي هتشوف بإذن الله شكل أحسن وشكل أقوى خلال الفترة اللي جاية فبإذن الله كل التوفيق لنادي والفريقنا العظيم نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وكل التوفيق لكيان نادي الزمالك الكبير بشكل عام في كل الألعاب خلال الفترة اللي جاية شكرا